بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة قرب حلول عيد الأطحى المبارك وخلال برقية التهنئة أكد الفريق أول محمد زكي أن رجال القوات المسلحة وهم يهنؤون الرئيس السيسي بهذه المناسبة المباركة يؤكدون استعداداتهم التامة للبزل والتضحية والفداء في إنكار الذات افتداء أو اقتداء بالمثل الأعلى التي أرستها هذه المناسبة المباركة ووفاء منهم للمهام والمسؤوليات العظمى التي كلفهم بها شعب مصر العظيمة لحماية الوطن والدفاع عن أرضه وشعبه والحفاظ على سلامة وقدسية أراضيه كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس السيسي هذا وقد أصدر الفريق أول محمد زكي توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة عيد الأطحى المبارك كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيها مماثلا بنفس المناسبة ترجمة نانسي قنقر